اهلا بكم كل اعزائي المشاهدين والمتابعين اهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشريقة معانا الان طبعا الكوارثة الطبيعية تفرض نفسها على كل وسائل الاعلام العالمية والمحلية ومش عارفين ايه اللي بيحصل في العالم ولكن اه من اهم الاسئلة اللي بسألها لحضراتكم ومحتاج اجابة حقيقية محتاج انت شعر بايه هل ما نراه من كوارث طبيعية مثل ما حدث في المغرب الحبيب والشقيق مثل ما حدث في ليبيا مثل ما حدث في القبة الحرارية ودرجات الحرارة الغريبة والسيول اللي على غفلة والثلوج اللي بتنزل مع وجود درجات حرارة مع كل هذا حتى الحروب اللي حوالينا المهدد بيها العالم في كل مكان حتى غلاء الاسعار هل يا جماعة ده اشياء طبيعية بتحدث في كل عام من الاعوام اللي عشناها فياريت تجاوبني يا ريت تجاوبني على ده لكن انا شايف ان هذا اه اشياء غير طبيعية انا شايف ان هذه رسائل من السماء بقيت تجي لنا رسائل من ايام كورونا والاغلاقات اللي عملناها والعالم كله قفل تقريبا وبعديها رسائل ثم رسائل ثم ما حدث في حرب روسيا واوكرانيا وما حدث في اه اه زلزال تركية وما حدث حولنا حتى من ضيق العيش العيش بقت صعبة جدا في كل الدول تقريبا وما حدث من حولنا من تهديدات اه ان كان في الكوارث الطبيعية او في التهديدات القادمة من الشتاء القادم هل هذا طبيعي يا جماعة؟ ياريت تجاوبوني ياريت تقوله احساسك انت اشعورك ايه؟ انا شعوري شخصي ان ده مش طبيعي وان ده بداية الانتظارات السماوية الكبرى وانها بعديها هنشوف صعاب انا مش عايزة اصدق المتنبئين والدجالين والعرفين فيه كلام كتير مكتوب عن هذا العام الفين تلاتة وعشرين وان بداية الصعاب المرة هتبقى في الفين اربعة وعشرين كمان حتى الوضع الاقتصادي المتأزم في كل حاجة ما انا مش عايزة اصدقها ولكن احنا عايزين نصدق الواقع اللي احنا شايفينه هل الواحد يعني من كتر ما شاهد فهو شايفها انها ده مش طبيعية ولا فعلا ده غضب الهي ورسائل سمائية علشان نتطعز وبعد كده هنشوف بقى اصعب واصعب لو فضلنا مصرين على الفساد وعلى اللهوة وعلى البعد عن كل فضيلة وبندور على الملزات وعلى الفلوس وعلى الحقد وعلى الانتقام ونسينا كل ما طلبوا الله سبحانه وتعالى منا فارد تجاوبني وارد تكتب هذا في السؤال معانا الان من الحاجات الخطيرة جدا والمشاهد المرعبة حقا البحر يبتلع مدينة عربية كاملة بسكانها عارف يعني ايه مدينة عربية كاملة بسكانها ومعانا فيديوهات هنشوف هذا وكمان مصر تعلن الحداد العام يلا بينا نشوف ايه اللي عندنا من اخبار وتفاصيلها وتوصيقاتها وتواريخها ودايما قبل ما نبدأ بفكر حضرتك انك تقول اللهم نستودعك الارض ومن عليها اكتب هذا مليون مرة شجع غيرك يكتب هذا زيك خلينا اه صوتنا يصل الى السماء كمان يا جماعة ما تنسوش دعم القناة بعمل الاعجاب واللايك انشر الفيديوهات لتصل رسالتنا وصوتنا الى الجميع اه شير وشارك الفيديو مع الجميع ما تنساش الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد اه في كل ساعة وخلال الاربعة وعشرين ساعة وعلى مدار الاربعة وعشرين ساعة نحن معك في كل حدث اه في نفس الوقت يلا بينا نشوف اول خبر معنا بيقول ايه ونبدأ نفتح مع بعض هذا الخبر عايزك تشوف هذا الفيديو وتتعمق ايضا فيه وما يحدث في هذا العالم من حولنا اعجب لك الفيديو تاني دي يا جماعة سيارات بتعوم في البحار في مش بحار بقى في المية اللي جات من العاصفة دانيال شاهد السيارات بقت عبارة عن ايه لعب كرتون والمياه دي راحة فين اتجرفت كلها الى البحر تخيل لما البحر يجرف المدينة ببيوتها بسياراتها خطيرة عمرنا ما شفناها في دولنا. ولكن سبحان الله تعالى وانت تقول بص يا جماعة كل الدنيا كل العربيات كل حاجة عامت وما فيش حتى اصحاب العربيات موجودين ولا في اي حاجة. عايزك تقول الحمد لله ميت مرة مليون مرة على ما نحن عليه الان. لان زي ما قلنا كان قبل كده بنتكلم على زلزال تركية. وكان اه معانا اخوتنا واحباءنا واشقاءنا في المغرب. اه متفرجين زينا. بنتفرج على زلزال وايه اللي بيحصلوا مشاهدين. حتى اصبحوا هم في عين الحدث معان المغرب كان الزلازل اللي فيه نادرة. يعني الزلازل اللي كانت في المغرب يا جماعة من مية واربعين سنة يمكن ما حصلش زلزال. ببصوا العربية راحت فين? راحت عالبحر. خلاص خدها البحر. والعربية خلاص بلعها البحر زي ما حدث في المدينة بالكامل. نشوف هزا الفيديو ايضا معانا فيديو تاني انا عايزك بردو تشوفه. وتشوف ايه اللي حاصل اه في العالم من حولك. هذه المدينة تجرف بالكامل. تجرف بالكامل. وهنجيب لك كل الوثائق اللي بتقول هذا. هزي المدينة بصوا ما بقاش باقي فيها شيء. وجرفت بالكامل الى البحر بسكانها. انا لسه اجيب لك فيديو تاني وتالت. ونشوف ايه اللي بيحصل حولنا في هذا العالم. شوفنا هنا هذا الفيديو ايضا. انت شايف شايف اللي بيتحرك ده. الرمال بالمياه بتتحرك ويجرفت. كل دي كانت اراضي عليها يا جماعة. كل دي كانت عليها مباني. واللي انت شايفو ده خلاص اتجرف بالكامل ايضا. ونقرأ هذه الاخبار. ليبيا انهيار سدين. بمدينة درنا والمياه تجرف منطقة بالكامل الى البحر. وطبعا احنا بن عزي اهالي ليبيا. الحبيبة والشقيقة. بن عزي الشعب الليبي في ما حدث. لان الفين وتمنمية قتيل اللي لقوا جساتهم او جساسهم او جسامينهم حتى الان. او الفين وتمنمية شهيد. ما ننفعش نقول عليهم قتلى دولة. لان دول ناس آآ آمنة. نايمين في بيوتهم. وجاء هذا الاعصار الغريب اللي ما عمرنا ما جربنا الاشياء دي. وبالتالي جرف المدينة بالكامل. آآ تعال نشوف برضو هنا بيقولوا ايه. وزير الطيران الليبي لرويتا. عدد القتلى كبير والجسس في كل مكان. خالص العزاء للشعب الليبي فعلا. الواحد بيقرأ الحاجات دي كل يوم. وبيقول الحمد لله على ما نحن عليه يا جماعة. وارجوكم آآ قولوا مليون الحمد لله بجد. تخيل عدد القتلى كبير والجسس في كل مكان. وده يوم اتناشر تسعة الفين تلاتة وعشرين التاريخ اهو. آآ او يوم السلاساء آآ اتناشر سبتمبر الفين تلاتة وعشرين. هنا كمان وزير الصحة الليبي. اهو وصل لتلات تلاف قتيل. لا هنقول تلات تلاف شهيد حتى الان. والمفقودون بالالاف. اللي اللي عرفته ان مدينة درنة بكل سكانها حوالي ستة تلاف واحد. آآ اختفوا بالكامل. ستة تلاف بني ادم اختفوا. والشهود العيان بتقول ان البحر ابتلع السيارات بالناس بالآآ مباني والبيوت. وهنا اللي وجد آآ واللي قدر لان ما فيش اتصالات مش قدرين يوصلوا للاماكن. آآ مش قدرين آآ امكانيات ليبيا الان محدودة بسبب آآ آآ التوتر السياسي اللي موجود فيها. وعدم الاستقرار السياسي. وبالتالي اللي يعني فعلي قدروا آآ يوصلهم تلات تلاف آآ شهيد حتى الان. والمفقودون بالالاف. هنا وزير ليبي جسس ضحايا الاعصار دانيال في كل مكان. والعدد لا نهائي. الموضوع ده خطر جدا يا جماعة. يعني العدد لا نهائي وجسس في كل مكان دي فاجعة كبرى في ليبيا. مصيبة كبرى في ليبيا. ومحدش بعيد عنها. اللي انا عايز اوصله لك ان محدش بعيد. شوية هوا مع رياح مع امطار يخلقوا اعصار ويجي في اي اي مكان اي حتة. فانت تذكر هذا لو انت حد من ده. ربنا طبعا يحمينا ويحميكم. ولكن لو انت حد من دولك. لا دولة آآ تنفع كبيرة ولا دولة صغيرة. ولا آآ تكنولوجيا. ولا علم. ولا اي شيء قدر يقف. آآ احيانا الله سبحانه وتعالى بيوري لك ان مهما كنت انت. لان لو مفيش. تخيل كده. لو مفيش زلازل ولا اعصير ولا كوارث طبيعية. ولا اي حاجة. وان الانسان خلاص متفوق في كل شيء وادر على كل شيء. هتلاقي الانسان ده وصل لايه. طموحه وصل انه خلاص هيتحدى. استغفر الله العظيم. هيتحدى القدرة الالهية. يقولك مفيش حاجة واقفة اصادي. انا بعمل طيارات وبشيل بيها بين ادنين. وبطير في الجو. وبعمل سفن بقت عاملة زي المدن الكبيرة. وبحط عليها الاف الناس. وبعمل كل حاجة. وبشيد ابراج. فلو الانسان جاء له الاحساس ان ما فيش حاجة. مش قادر عليها. آآ هيتمادى الانسان. وخلاص بقى هيتحدى القدرة الالهية. فمن رحمة ربنا علينا انه بيذكرنا. دايما ان احنا ولا حاجة. لما يجي يعمل لك اعصار زي كده. وما نقدرش نعمل مش في قدينا اي شيء. آآ نوقفه. فبيقولك ان مهما انت وصلت من علم وتكنولوجيا. لن تستطيع ان تقف بس قدام اعصار ولا شوية انطار. بيفكرك برضو ان مهما انت قدرتك ايه. زلزال من باطن الارض. ولا تقدر تعمل اي حاجة. ولا ليك اي لازمة. بكل الابنية. وبكل الجبروت. وبكل الاسلحة اللي انت عملتها. فده ربنا بيذكرك بقدرتك ايه. امام القدرة الالهية. وبيشوف هل انت هتقدر آآ تتعز من هذا ام لا. فلازم نقرأ هذا ابو الجسس. ضحايا الاعصار في كل مكان. والعدد لا نهائي. وسبحان الله. وكل العزاء. وخالص العزاء. لاهالي الشهداء. ولشعب الليبي الكريم. وربنا يا ربي فك ازمته ويلاءوا اه ضحاياهم ويتغمدهم الله. اه برحمته الواسعة. افادت وكالة السشيت بريس. ده يوم اثناشر سبتمبر او اثناشر تسعة يوم الثلاثاء. افادت وكالة السشيت الامريكية للانباء اليوم الثلاثاء بان فرق الانقاذ في ليبيا انتشلت مئات الجسس التي طفت جراء الاعصار دانيال. وقالت السلطات الليبية ان الدمار الاسوأ حدث في درنة او مدينة درنة. حيث دمرت الامطار الغزيرة والفيالانات السدود وجرفت احياء باكملها. ونقلت وكالة رويترز عن هشام اه وزير الطيران المدني الليبي وعضو لجنة الطوارئ قوله انه لا توجد حصيلة اجمالية للقتل في درنة. وقال الوزير في وصفه للواقع الكارثي لمدينة درنة. بعد الاعصار لا ابالغ عندما اقول ان خمسة وعشرين في المية من المدينة قد اختفى. بل هناك احياء بالكامل اختفت وابتلعها البحر. من جهته قال اسامة حمد رئيس الحكومة المكلفة ان عدة الاف من الاشخاص في عداد المفقودين في المدينة ويعتقد ان الكثير منهم قد جرفوا الى البحر بعد انهيار ثدين على منبع النهر. يعني ربنا يرحمنا وخالص تاني العزاء للشعب الليبي ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين يا رب ان شاء الله. ونكرر كمان عزائنا الى الشعب المغربي الكبير. البحر يبتلع احياء ليبيا كاملة. اقرأ يعني موقف صعب جدا جدا وحاجة غريبة اول مرة يمكن نشاهدها ابتلاع احياء بالكامل او مدينة بالكامل. هنا برضو احياء كاملة ابتلعها البحر. ماذا فعل دانيال او الاعصار دانيال في ليبيا. فيديوهات اه صادمة. وادي الشوارع حتى الداخلية في ليبيا. نساء واطفال وعجائز ومرضى. احياء كاملة ابتلعها البحر. اعصار دانيال كارثة انسانية. بصوا بقى الاعداد يا جماعة. خلفها اه خلفتها عاصفة دانيال حيث اودى بحياة ما يقرب قلنا من تلات تلاف بقى في منطقة دارنا. حسب تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي. واحياء كاملة ابتلعها البحر. ولا يزال هناك اكثر من ستة تلاف مفقود. اا و اا عاصفة ضربت كذا وكذا. والكلام بقى هنقرأ نفسي تقريبا الكلام مفيش جديد. ولكن ربنا يرحم الشهداء. وربنا يعزي اهالي الضحايا. ويصبرهم. وربنا يا رب يشفي او نتمنى شفاء العاجل للمرضى وان العالقين يمكن ربنا يبعث لهم المساندة لاخراجهم بسلام هنا رئيس الحكومة المكلفة الليبية احياء كاملة من مدينة درن اختفت وابتلعها البحر نفس الكلام ونفس طبعا الصور ونفس الفيديوهات موضوع صعب جدا جدا وكمان لازم ان انت تتأمله ولازم تعرف انك ممكن تبقى مكان هؤلاء ماذا ساعتها ستفعل بكل الاموال واللي انت بتسعراها ما وركش حاجة غير الاموال وغير الافلام وغير الرأس وغير الكل اللي بنشوفه ما بقولكش ما تعيش حياتك عيش حياة عادية ولكن دايما في رجوع الى الله دايما هنا برضو في جمهورية مصر العربية مصر تعلن الحداد ثلاث ايام والسيسي يوجه القوات المسلحة لتقديم المساعدة للمغرب واليبيا وده من كل قلوبنا يا جماعة الشعب المصري حزين حزن غير عادي وانا اللي بنقول لكم لان انا عايش مع هذا الشعب الشعب المصري حزين كل الحزن على ما يحدث في المغرب وما يحدث في ليبيا وما تضامن كل انواع التضامن ولما نقول حداد عام في مصر على اخواتنا واهالينا في المغرب واخواتنا واهالينا في ليبيا فهو بحق حداد عام يعني مفيش عندنا غاني شغالة مفيش اي حد كل شيء والاعلام مناكسة كل شيء في مصر حداد عام حقيقي علشان هذا من قلوبنا حزنا على ما يحدث لأهالينا في المغرب او في ليبيا فنكرر العزاء والدعاء بالشفاء لكل المصابين تعالى بقى كمان شوف في مصر ايه الموضوع العاصفة دانيال رفع حالة الطوارئ اليوم التاريخ هو اليوم السلساء 12 سبتمبر 2023 رفع حالة الطوارئ بمدينة السويس والاسماعيلية وبورسعيد لمواجهة العاصفة دانيال لان العاصفة دانيال هتوصل اليوم لمدينة السويس والاسماعيلية وبورسعيد وبدأ كمان تراب وغبار يبقى في الجو وقرر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب وصرف الصحي بمحافظة القناة اليوم السلساء رفع حالة الطوارئ في محافظات القناة ثلاثة السويس والإسماعيلية وبرسعيد استعدادا لمواجهة أخطار الأمطار وموجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وذلك وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لمنخفض جوي والمسمى بعصفة دانيال واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة وأكد رئيس مجلس الإدارة في بيانه اليوم إنه تم مراجعة خطة الانتشار الفوري لسيارات شفت المياه وكذا 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 وطبعا بيقولوا آآ إن ممكن يحصل انقطاع في الطيار الكهرابي وممكن يحصل حاجات في مياه الشرب وبيأكدوا على الشعب وعلى الناس محدش ينزل لو الأمطار بدأت شديدة ومحدش يلمس أي عمدان كهرباء أو أسلاق كهرباء علشان ما تحصلش كوارث ربنا يحمي الجميع ربنا يحمي جمهورية مصر العربية يحمي شعوبنا يحمي الوطن العربي يحمي كل دول العالم الأبرياء آآ ودايما نتذكر ونقول اللهم نستودعك الأرض ومن عليها آآ نكرر العزاء وياريت تعز معي الشعب الليبي آآ والشعب المغربي ياريت كلنا نعتبر هذا دفتر عزاء للشعب الليبي المكلوم والشعب المغربي وبقدم لهم خالص عزاءنا وخالص عزاءنا في مصر وآآ ربنا يعديه على خير علينا ولن نتطعس ولن نتطعس ولن نتطعس آآ في نهاية الفيديو بشكر حضراتكم ودايما أفكركم بدعم القناة عشان نقدر يا جماعة نوصل كلمتنا ورسالتنا فياريت تعمل إعجاب واللايك ياريت تنشر الفيديو وتشاركه مع الآخرين ياريت تشترك في القناة ليصل كل جديد شكرا حضراتكم انتظروا الفيديوهات القادمة الهمة جدا أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام ختام على الجميع